بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآيل محمد سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديكين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظام فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعمت فنعم عقب الدار لعن الله من كتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معداه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمتان قتلتكم بالأيدي والألسون السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه أذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولات أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تئن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبن سيد الوصيل السلام عليك يا أبن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة كتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زئد فيه غيره من الثواب الجزيل واستداء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآل الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين موسيقى موسيقى